موسيقى بالخير والرضا دوما يتجدد اللقاء يا رب الحقيقة بين السطور معني النهاردة بانه نحاول مع بعض نمسك البصلة اللي بناء عليها طول الوقت بنحمل الاعلام كل المسئوليات هقول لكم بالصدفة وانا بسمع حتى اذاعة القرآن الكريم كان المزيع بيتكلم مع احد الشيوخ وبيقول له اصل الاعلام والاعلاميين طيب ده احنا في السياسة بنقول كده وفي الفن كمان بيتقال كده وفي اذاعة القرآن الكريم بيتقال كده يا ترى ايه قصة الاعلام ده يا ترى هو فعلا الاعلام يتحمل كل هذه المسئولية يعني هو شماعة كبيرة جدا ولا المسألة ان احنا قدام ازدواجية البعض مننا مش عايز يعترف بيها ومش عايز يشوفها والبعض الاخر مبسوط ان يلعب بيها مرة في اليمين ومرة في الشمال ايه هو اليمين والشمال على الاقل في عندنا مجموعة في مدرسة بتقول ان الاعلام اداء من ادوات حروب الجيل الرابع بتقولها كده والمجموعة التانية بتقول ارحمونا حروب جيل الرابع وخمس ايه هو في حاجة اسمها كده الاعلام يعني الاعلام والاعلام بمعناه القديم يعني ان انت تعلم اي تخبر اي تقول والحقيقة بين الاتنين طبعا اتشكلت بطبيعة الحال ناس مصدقة مع المجموعة اللي بتقول ان دي واحدة من ادوات الحرب وناس شايفة ان الناس دي اسيري نظرية المؤامرة وان ما فيش حاجة اسمها كده وان الاعلام اعلام واحنا قررنا النهاردة ان احنا نحاول نذاكر على قدر يعني وقتنا ما يسمح بالاشارة لبعض النقاط والقرار بتاع حضراتكم لانه في نهاية الامر وفقا لقراءتك وقراءة الشخصية لكل مشاهد من حضراتك انتوا هتقدروا تشوفوا هل احنا بنعيش ده ولا بنعيش ده ويعني الهدف البعيد اخر ما نطمح اليه بين السطور هو ان كل واحد مننا يبقى قادر يمتلك من الخبرة ما يؤهله للحكم واتخاذ القرار لكن مش دور بين السطور انه ياخد القرار بنيابة عن حد طيب تعالوا نشتغل على حاجة شغلة السوشيال ميديا وشغلة ناس كتير جدا ومنها هي تساعدنا ان احنا نفتح على اللي جاي خلوني ابدأ مع حضراتكم من الجملة الاولى المهمة جدا واللي تم الشغل عليها في السوشيال ميديا لدرجة حتى صحفيين اشتغلوا عليها كلنا طبعا ملحقناش ننسى ان في قائمة العفو الرئاسي التانية واللي صدرت من كام يوم واللي الاعلام كله اشتغل عليها تقريبا القائمة التانية دي بمجرد صدورها احنا هنقدر نلمح على الاقل المواقف اللي قدام حضراتكم ده هي الجريدة الرسمية واللي بيتنشر فيها اي قرار بيتعلق بيعني ان الحق هنا من صلاحيات رئيس الجمهورية لو بصينا مش على النص ولا المادة الاولى والتانية على العناصر اللي تم الافراج عنها اللي هي القائمة اللي قدام حضراتكم في القائمة دي مكتوب الاسم وموليد والمهنة والتهمة ورقم القضية ونهاية الحبس والحكم والتصنيف لو جينا عند التصنيف ودي الخانة اللي تم العمل عليها في كل المجموعة اللي هي بترفض فكرة ان الاعلام جزء من ادوات الحرب اشتغلت على الكلمة المكتوبة في خانة التصنيف واللي بتقول متعاطف يعني واحد اتنين تلاتة خمسة عشرة لحد سبعتاشر في الصفحة الاولى كل دول متعاطفين والصفحة التانية متعاطفين الصفحة التالتة متعاطفين وهنا على طول قبل ما احنا ندي لنفسنا الحق سواء احنا في بين السطور او حضراتكم تعالوا نشوف ازاي باقرة وافد الاعلام اتعاملت مع هذا النص الرسمي خلونا نبدأ على سبيل المثال من يعني حاجة زي موقع موقع البداية خلوني ابدأ من البداية البداية عنونت على طول وقالت بالصور قائمة العفو الرئاسي ضمت معتقل انها عقبته واخر ينتهي حبسه اليوم واسماء على مشارف الافراج خلال مايو ويونيو الصورة دي باللغة دي معناها ان الناس دي شايفة ان القائمة لم يكن هناك حاجة ليها وان اللي بقيله يوم واللي بقيله يومين ما يكملهم واللي بقيله شهر وشهرين وثلاثة يكملهم وهنا على طول هو كان التركيز في المشهد ده على ان القائمة دي كلها على بعضها لا تعني شيء بالنسبة للبداية ده تقييمها وهي بتختار المفردات اللي عنونت فيها للخبر بتاعها طيب طبعا احنا كلنا عارفين موقع البداية وفي الحالة دي علشان نقدر نقول ليه اختارت اللغة دي البداية وليه عنونت بهذا الشكل رئيس تحرير موقع البداية الاستاذ خالد البلشي انتماؤه معروف طريقته معروفة منهجه كمان في التعاطي معروف يبقى في الحالة دي ما ينفعش انزع هذا السياق عن من يرأس تحرير ويدير هذا الموقع لانه ده بيعبر عن توجه تقييمنا للتوجه ده ممكن يختلف مني لحضراتكم وده حق كل حد وفقا للي في نهاية الامر بكل المدخلات اللي هتملكوها في ايديكم هتشوفوا انه هل ده بتصنفوه انه من الجماعة اللي مش مقتنعة ان جزء من ادوات الحرب الاعلام ولا جزء من ادوات الحرب وصياغة الرأي العام وبالتالي دي بتاعت حضراتكم بس خلينا فاكرين احنا كده حطينا القرار الاساسي وحطينا قدام حضراتكم موقع البداية ازاي اشتغل عليه طيب تعالوا نروح نشوف جريدة الشروق ازاي غطت المسألة لان جريدة الشروق وعلى لسان رئيس تحريرها قالت جربوا الافراج عن بعض مسجوني الاخوان وهنا لو ربطنا العنوان ده بالشغل اللي حصل على العمود بتاع متعاطف في السوشيال ميديا هل له علاقة ولا ملوش علاقة هل انتو بتستشعروا ان بما ان احنا بدأنا نفرج عن متعاطف فيبقى المفروض نجرب نفرج عن مسجوني الاخوان زي رأي رئيس تحرير الشروق الاستاذ عماد الدين حسين ما بيقول في جريدة الشروق وهنا حيبقى مطلوب قبل ما اخرج من جريدة الشروق ان احنا كمان نفتكر مع بعض ان جريدة الشروق هي جزء من منظومة اعلامية بيمتلكها ويدرها الاستاذ ابراهيم المعلم ومعاه طبعا دار الشروق واللي عايز يعرف ما الذي انتجته دار الشروق ومن هي الاسماء اللي قدمت ليها وكيف اختارت عناصرها حتى من صحف حزبية سابقة ده بتاعكم لكن ده جزء من المعلومات او المعرفة اللي بيتطلب اي حد مننا بيقول انا هشتغل على الموضوع ده جزء من المنهج العلمي ان احنا نحط الاشياء دي قدامنا طيب خلوني اخرج من الشروق واشوف لما رئيس تحرير الشروق كتب على موقع من المواقع الاجنبية الناطقة بالعربية وهو موقع الدويتش فيلا قال القاتي حوار مع اخواني شبه معتدل وعايزة بس نحط كلمة شبه دي يعني نحط عليها هايلايت اصفر كده في صفوري عشان نحس بيها لما بيتكلم فيه هذا المقال وبيتكلم على انطباعه عن هذا الشخص او الرجل انه معتدل الى حد كبير اذا قورنا ببقية اعضاء وقاضة الاخوان الحاليين وفي الحالة دي لو سمحتوا تعالوا احنا نحاول ما بين سطور التلت يعني عنوين دي نشتغل هل الدولة لما اعلنت منذ الافراج عن القائمة الاولى وحتى وصولا للقائمة الثالثة المعايير اللي كل ما كنا بنستضيف حد من لجنة العفو كان بيأكد عليها وكان بيقول انه ليس اخواني هنا المقصود بكلمة اخواني ايه؟ علميا ومهنيا اي انه لا يحمل كرنيه عضوية وتنظيمي يعني ليس جزء من التنظيم يعني هل متعاطف معناها انه تنظيمي ولا غير تنظيمي؟ معناها فورا انها غير تنظيمي وبما انه برخ اطار فكرة التنظيم يبقى من حقه ياخد فرصة واثنين وتلاتة لان كل دولة تلاتة سبعة قالت بشكل مباشر ان هي مادة ديها لكل المصريين الا من يحمل السلاح في وجه المصريين يعني المعيار واضح؟ اه واضح طيب لما نرتقي ونضلل الرأي العام على كلمة متعاطف ونوهم الرأي العام ان المتعاطف هو الاخواني ولا نذكر الرأي العام بان المعيار قائم على فكرة ان المتعاطف ليس عضو تنظيمي اي لا يحمل كرنيه وان ابناء التنظيم لا يشملهم هذا العفو يبقى احنا هنا اصدنا ايه؟ بنشتغل الشغل ده ليه؟ بنختار المفردات دي واللغة دي بهذا الاداء وبهذا الشكل لمصلحة مين؟ وده يحلني على طول للفرق بين العنوان في الشروق والدويتش فيلا لو احنا في الشروق بنتكلم على انه لماذا يعني ما نجربش نفرج عن اخواني يبقى هنا لعبنا بالمصطلح وبالعمود عمود متعاطف لكن لما نروح للحوار والمقال في الدويتش فيلا فيبقى احنا بنتكلم باللغة المباشرة حوار مع اخواني شبه معتادل وقبل مخرج للفاصل هقول لكم هل شبه معتادل دي لها اي علاقة باللي رويتر لما تكلمت عليه والدكتور سامي عبدالعزيز انتقد له انه خارج المهنية لما قالت فيما يبدو انا هنا عندي شبه معتادل اللي هي شبه دي احنا مش عارفين لا تقاص يعني ما عنديش وحدة قياس اقس بيها يعني شبه معتادل دي يعني ايه يعني شبه مين يعني ايه هي المواصفات اللي هي للمعتادل وما هي مواصفات شبه المعتادل وبناءا عليه هل شبه معتادل ده نوع كمان من انواع اختيار المفردات واللغة اللي بتحيل القار بتمهده بتخليه تقبل زي الطريقة اللي رويتر اشتغلت بيها لما قالت فيما يبدو وكل الاعلام والمتخصصين قالوا ان ده يعني مستحيل وفقا لكل الدراسات العلمية نقول فيما يبدو او شبه لان عندما تقول معلومة عندما تقول خبر اما ان هناك خبر او لا يوجد خبر في معلومة او غير لا توجد المعلومة في مصدر قال او مفيش مصدر قال وان عملية التجهيل دي وعملية الضبابية شبه فانت تبقى محتار واحيانا البعض يخاف يعترف انه محتار فيعديها وهكذا من بين التلات مواقع دول ولا حد فيهم قال لكم ان متعاطف اي لا ينتمي للتنظيم بشكل رسمي يعني ما عندوش كرنيه عضوية وبالتالي هو متعاطف ومصر قالت موقفها واضح كل ابناءها من لم يحمل السلاح في وجه المصريين من لم يحمل كرنيه هذه الجماعة الارهابية اللي حضراتكم سمتوها ارهابية فاحنا بندي للناس كلها فرص ما بين التلات اختيارات اللي حطناهم قدام حضراتكم انتو ارجع له السؤال الاساسي هل الاعلام جزء من اداة الحرب ولا الاعلام هو مجرد اخبار ولو كان مجرد اخبار هو في الاخبار ده ان انا اقول لحضراتكم ينفع اقول لكم شبه او فيما يبدو ينفع اخذ المتعاطف اي الذي لم يكن اخوانيا وانما تستميله بعض الافكار واقول لماذا لا نفرج عن الاخوان ولماذا لا نتعامل مع الاخوان ده هو فخ الاعلام وفخ اللغة تفاصيل اكتر حوالين الامر ده بما انه طول الوقت بنحمل عليه بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة